السلام عليكم طلاب المحاضرة الثانية بالفصل الثاني احنا اخذنا ذيك المحاضرة اربع اسئلة هسا تقولون استاذ ثلاثة لا اربعك واحد انا نسيت ما ذكرت اللي هو الزغير هذا اللي هو مالكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدات نيوتن على كولوم فتكون الاسئلة اللي اخذناها ذيك المحاضرة اين تتولد المجالات المغناطيسية ماذا يحصل لو تحرك جسيم عمودين على مجال كهربائي مالكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدات نيوتن على كولوم قلنا هو المجال الكهربائي والسؤال الاخير ماذا يحصل لو تحرك جسيم على مجال مغناطيسي تمام قلنا يتأثر بقوة مغناطيسية تكون بمستوى عمودي على المجال المغناطيسي او نقدر قلنا لكم تقدرون تغيرون الجواب سوف يتأثر جسيم بقوة مغناطيسية تكون عمودي على كل من متجه السرعة ومتجه المجال المغناطيسي وتعطى القوة المغناطيسية وينحرف عن مساره ويتخذ مسارا دائريا وتعطى القوة المغناطيسية بالعلاقة الآتية وقلت لكم الدرس القادم اوضح القوة المغناطيسية اذا القوة المغناطيسية طلاب اللي اثرت على الجسم المشحون اللي دخل للمجال المغناطيسي هو متأثر بقوة مغناطيسية وقلنا لكم منطقيا انت شون تسيطر عليها وتحفظها اذا هو انشمر على مجال كهربائي يتأثر بقوة كهربائية واذا انشمر على مجال مغناطيسي يتأثر بقوة مغناطيسية فورس وجواها حرف بي للدلالة على المغناطيس اذا قوة مغناطيسية اذا توضيح المعادلة ما بيها مسائل هي بس انه هنجيب منعدها سؤال FB هي القوة المغناطيسية او قوة المجال المغناطيسي وتقاس بوحدة النيوتن وقلنا كل القوة بالنيوتن Q هي شحنة الجسم او مقدار الشحنة ما للجسم يعني هو مجسم مشحون شوف شقد هاي شو حنته اذا مقدار شحنة الجسم وتقاس بوحدة الكولوم ماشي الفيلوسيتي هاي سرعة مقدار السرعة التي يتحرك بها الجسيم وتقاس بوحدة المتر على السكند على الثانية متر على سكند والB هي كثافة الفيض المغناطيسي تحتفظ لي بهذا الاسم كثافة الفيض المغناطيسي بوحدة التسلا نسبة للعالم الكرواتي نوكولا تسلا اذا تقاس كثافة الفيض المغناطيسي بوحدة التسلا نسبة للعالم تسلا ثيتا هي الزاوية المحصورة بين متجه السرعة وضعناها ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي تمام؟ يعني لو كان هذا هو المجال المغناطيسي أو كثافة الفيض المغناطيسي وهذا هو متجه السرعة فأكو زاوية بين متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي ثيتا هل سؤال على ما يعتمد مقدار القوة المغناطيسية FB المؤثرة في شحنة موجبة هاي الشحنة الموجبة تتحرك عموديا على مجال مغناطيسي إذن هيسألني سؤال على هاي القوة مقدارها علي من يعتمد أو تكون صيغة السؤال لين هو هذا السؤال الحد لها ما جاي وطلاب خلوا ببالكم أن الأسئلة التي تجي على الفصول الأولى تكون كلش مركزة يعني من أقول لك هذا السؤال جاي كان بها هذا ما جاي ركز عليه إذن الصيغة الثانية ما الذي ممكن تجيب هاي اللغة ما الذي يحدد مقدار القوة المغناطيسية اللي أثرت على شحنة موجبة يعني الشحنة الموجبة لما اندخلت للمجال المغناطيسي وتأثرت بقوة مغناطيسية شنو اللي يحدد مقدار هاي القوة المغناطيسية شقدها هي والله حسب العلاقة هاي اللي احنا قلنا عليها حسب هاي العلاقة فأن القوة المغناطيسية اللي يحددها أو يعتمد مقدارها على شنو كلش سهلة على الشحنة والسرعة والمجال والزاوية إذن على شحنة الجسم والسرعة وكثافة الفيض المغناطيسي شوف مرة أقول مجال المغناطيسي ومرة أقول كثافة الفيض المغناطيسي نفس الشي بس يفضل نقول كثافة الفيض المغناطيسي والعامل الأخير الزاوية ثيتاء المحصورة بين متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي تمام كيف يمكن هذا طلاب مهم كيف يمكن سؤال آخر كيف يمكن تحديد اتجاه القوة المغناطيسية اللي أثرت على الشحنة الموجبة اللي كانت تتحرك عموديا على مجال المغناطيسي يوضح ذلك يعني شنو يعني هو السؤال لازم يجيب هاي الصيغة حتى يوضح لك هو على شنو دا يسئل لك شوف طلاب احنا قلنا لما نشمر الجسم على المجال الكهربائي بسهولة عرفنا وان راح تحرك الجسم او الجسيم المشحون بموازاة المجال الكهربائي بينما لما نشمر على مجال المغناطيسي ما عرفنا مو بسهولة نعرف انه المجال المغناطيسي وين حيوديه مثل ما شوفتكم بالفيديو فمعنى كلامي انه القوة المغناطيسية شلون نحدد اتجاهها سأري اكو قاعدة اسمها قاعدة الكف اليمنى لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية واحد قل لك يا قوة مغناطيسية قلنا له المؤثرة اللي اثرت على شحنة موجبة اتحركت عموديا على مجال المغناطيسي وضح ذلك اقول لعيني لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية نطبق قاعدة الكف اليمنى طلاب مطلوب نحفظها ونفهمها أول مرة أقولها ما راح تفهمها ندور ندور أصابع اليد اليومنا من اتجاه السرعة نحو اتجاه المجال المغناطيسي هنا ماكو شي نحو اتجاه المجال المغناطيسي فيشير الإبهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية FB مافتهمنا شي يستعمل باو تحفظوا لهذه القاعدة ونحن بس نراويكم فالشي حتى تحتفظون بها وهي على الصبورة أنا أقدر أوضحها أكثر بس هنا أنا أكو فقرة أحبوضح به مثلا إذا هذا هو متجه السرعة وهذا هو متجه المجال المغناطيسي مثلا أو خلينا نقول هذا هو متجه السرعة وهذا هو منه متجه المجال المغناطيسي باعتبار احنا شمرنا الجسم بالمشحون عموديا على المجال المغناطيسي شمرنا عموديا هو ايش ده يقول ليقول ندور أصابع اليد اليمنى من متجه السرعة باتجاه المجال المغناطيسي فيشير الإبهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية شلون يعني أستاذ؟ أحسن رسم يوضح لك هو هذا لو كان هذا متجه السرعة وهذا هو متجه المجال المغناطيسي فالقاعدة تقول ندور أصابع اليد اليمنى من متجه السرعة باتجاه كثافة الفيض المغناطيسي ندور أصابعنا منا اللي هنا فيشير الإبهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية إذن القوة المغناطيسية ستكون نحو الأعلى تمام؟ لو شفت أنا مثلا مجال مغناطيسي سأختار هذا مجال المغناطيسي نحو الداخل وأطبق لكم عليه بس حتى نحتفظ بالقوة المغناطيسية التوضيح على الصبور يصير أضبط من هنا لو كانت هذه هي السرعة أو الجسم المشحون هذا نشمر بهاي الطريقة فهذا هو متجه السرعة شلونا سنعرف هو وين سيروح يعني القوة المغناطيسية ستسحبها وينها طبق قاعدة لكيف اليمنى نمشي الأصابع ويا السرعة وبعدين نغير رأينا ونخليه نويا المجال المجال لي جوا فالقاعدة اللي يريد نحفظها شو تقول تقول ندور أصابع اليد اليمنى من متجه السرعة باتجاه المجال المغناطيسي فيشير الإبهام إلى القوة المغناطيسية إذن هاي هي القوة المغناطيسية مرة أخيرة أصابع اليد اليمنى ندوره من متجه السرعة باتجاه كثافة الفيض المغناطيسي ندور أصابع اليد اليمنى من متجه السرعة باتجاه كثافة الفيض المغناطيسي فيشير الإبهام إلى المن إلى اتجاه القوة المغناطيسية هاي هي القاعدة تحفظ في دوله شلون نحدد اتجاه القوة المغناطيسية وذلك بتطبيق قاعدة الكافي اليومنا شنو نصمها لها؟ ندور أصابع اليد اليومنا من الوين؟ من اتجاه السرعة باتجاه من؟ باتجاه المجال المغناطيسي نحو اتجاه المجال المغناطيسي فيشير الإبهام الإبهام هو اللي يأشر طبعا طلاب أنا ليش ما اهتمت بيها وحي لوضحتها؟ لأنه أنت أصلا ما مطلوبة منك أن تتسويها يعني لول منها جمالتنا هي شي يعني بي مسائل ويقول لك احنا بالكلية كانوا يرضون من عندنا مقدارها نحسبها القوة المغناطيسية ونحدد اتجاهها ونكتب بالجواب اتجاهها وين؟ ونكتب لهم حسب قاعدة الكافي اليومنا فأنت المطلوب منك فقط تحفظ القاعدة مو تطبقها فتحفظ ليها شنو نص قاعدة الكافي اليومنا؟ ندور أصابع اليد اليومنا من متجه السرعة هذا الرسمي اللي اختارت لكم اياه لو كان هذا هو متجه السرعة وهذا هو متجه المجال المغناطيسي فالقاعدة تقول ندور أصابعنا من متجه السرعة باتجاه المجال المغناطيسي باتجاه هذا فيشير الإبهام إلى القوة المغناطيسية تمام علل أو فسر أو لماذا أي لغة تجي ليش يتخذ الجسم المشحون المتحرك عموديا يعني الجسم اللي شمرناه بصورة عمودية على المجال المغناطيسي ليش يتخذ مسار دائري وحنا قلنا بيش المحاضرة الجواب وذلك لأنه طبعا طلاب احنا أنا من شرحت وقلت لكم القوة المغناطيسية تكون عمودية على كل من متجه السرعة يعني هي لما اتولدت كانت عمودية على كل من متجه السرعة ومتجه المجال المغناطيسي إذن السبب الرئيسي اللي خلت جسم يتخذ مسار دائري لأن القوة المغناطيسية اللي أثرت عليه المؤثرة في الجسيم شبيهة هي طبيعتها تؤثر دائما باتجاه عمودي على متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي وأنا شونا موضحها هنا قايي للقوة المغناطيسية عمودية اللي يفهم هذا التعامل على كل من هذا مشرط يعني متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي ماشي ها هي الأسئلة يعني إذا نكمل إحنا على أسئلة ذيج إحنا منناك شارحين أربعة هذا خمسة ستة سبعة هاي أسئلة كلها مطلوبة طلاب زيلا السؤال التالي سؤال سهل ويمكن فهمه متى تكون القوة المغناطيسية قوة مغناطيسية قصدنا FB المؤثرة في جسين مشحون أعظم ما يمكن يعني شوكت تكون أعظم ما يمكن وشوكت تكون صفر وليش صار يا معاوة تدلل صلوا عن نبي هي القوة المغناطيسية قانونها وعواملها المؤثرة الشحنة والسرعة ومجال ساين ثيتا الحشي الشحنة ثابتة السرعة موجودة المجال موجود الحشي اعتمد على الزاوية مزيلا فراح نطيكم معلومة طلابنا الدالة ساين هاي دالة مثلثية ساين ثيتا هاي الدالة النواة جمالتها تزداد بزيادة الزاوية يعني إذا أقول لك ساين الصفر صفر ساين الثلاثين بوينت خمسة ساين الخمسة واربعين واحد على جذر الثنين اللي هو أو بوينت سبعة ساين الستين جذر ثلاثة على الثنين اللي هو أو بوينت ثمانية ستة ستة ساين التسعين شوف ده زيد بالزاوية الناتج واحد أعظم شي هو الواحد فمعنى كلامي القوة المغناطسية هتعتمد على الزاوية شو وقت تكون القوة المغناطسية أعظم ما يمكن لمن الزاوية تسعين لأن ساين التسعين شقد واحد وش وقت القوة المغناطسية صفر لمن الزاوية صفر لأن ساين الصفر صفر إذن الجواب مع التوضيح تكون القوة المغناطسية أعظم ما يمكن عندما تكون حركة الجسم عمودية على المجال المغناطسي أو عمودية على اتجاه كثافة الفيض المغناطسي لأنه ساعة لمن هي عمودية هتكون الزاوية 90 وساعة 91 لذلك في أن القوة المغناطيسية هتعتبد على الكيو والفي والبي وتروح الساعة لأن الناتج ما لها واحد وتكون القوة المغناطيسية صفرا لما تكون حركة الجسم بموازات المجال ساعتها إذا جسم مشأ بموازات المجال يعني إحنا متعلمين إحنا قلنا لازم يقدف الجسم عموديا على المجال بس إذا قذف الجسم بموازات المجال المغناطيسي ساعتها لا يوجد زاوية بين الفي والبي إذن إذا تحرك الجسم بموازات المجال تكون الزاوية صفر وعن نساين الصفر صفر لذلك في أن القوة المغناطيسية حتى تتصفر تمام طلاب السؤال الجاي هذا هذا سؤال مجديد هو راح يلم اللي إحنا قلنا لأنه مكتوب بالكتاب باي صيغة السؤال يقول لو تحرك جسيم مشحون داخل مجال كهربائي منتظم تارة لو تحرك جسيم مشحون داخل مجال كهربائي منتظم تارة يعني مرة وتحرك الجسيم نفسه داخل مجال المغناطيسي منتظم تارة أخرى يعني مرة أخرى هل تتوقع أن يكون لكل من المجالين التأثير نفسه؟ نحن مقسمنا الموضوع إلى تأثير المجال الكهربائي واحد وتأثير المجال المغناطيسي واحد وعرفنا شنو تأثير الكهربائي وشنو تأثير المغناطيسي والله المجال الكهربائي يحرك الجسيم بموازاته والمجال المغناطيسي يحرك الجسيم عموديا عليه معنى كلامنا الجواب نقول له إذا تحرك الجسيم مشحون بشحنة موجبة باتجاه عمودي على مجال كهربائي منتظام فإن هذا الجسيم حيتأثر بقوة كهربائية وتكون بمستوى يعني هالقوة الكهربائية تكون بمستوى موازي لخطوط المجال الكهربائي طبيعتها تحركه بموازات المجال الكهربائي وتعطى القوة الكهربائية بالعلاقة الآتي وإذا تحرك الجسيم نفسه نفس الجسيم بسرعة V velocity معينة يعني وباتجاه عمودي على خطوط مجال المغناطيسي منتظام كثافة فيضة B فسوف يتأثر بقوة منوى الجسيم بقوة مغناطيسية بس تكون بمستوى مو موازي وإنما بمستوى عمودي على ذلك الفيضة المغناطيسي وسينحرف الجسيم عن مساره ويتخذ مسارا دائريا ومقدار القوة الكهربائية هناك النطي ومقدار القوة المغناطيسية هناك النطي كل واحد ومعادلته تمام صلوا عن نبي طلاب احتفظ لي بكلمة موازي وعمودي أنه الجسيم لما ننشمر على المجال الكهربائي يتحرك بموازات المجال الكهربائي ولما ننشمر على المجال المغناطيسي يتحرك عموديا على المجال المغناطيسي تمام يعني قصدين حرف عمودي فهسا أكو سؤال كلش مهم وجاينا بل 2016 و17 ومتكرر بل 2020 و19 وضح كيف يمكنك عمليا أنها أقرأها هسا وأقرأها بلغة أخرى وضح كيف يمكنك عمليا معرفة فيما إذا كان مجالا مغناطيسيا أم مجالا كهربائيا موجود في حيز مؤين شوني يعني؟ يعني طلاب مثلا آنوا إياكم جاينا طبقنا للقاعة أدأ أخذكم محاضر يعني فالحارس مثلا قال لنا استاذ ترى القاعة مالتكم بها مجال واحد مجال قلت له مجال يش كهربائي لو مغناطيسي قال لا استاذ ما أعرف أكو مجال بالقاعة تقدرون تتعرفوه إذن وكأنه وتوجه لنا سؤال آنوا ياكم قبل لنطب للقاعة هذا السؤال مضمون هو قال لنا تقدرون تعرفون بالله بطريقتكم وعمليا بديكم شنو نوع المجال الموجود في الحيز اللي هو القاعة نقول له سهلة يا معود نجيب جسم مشحون بشو احنا موجبه نشمر عموديا على ذلك المجال الموجود بالقاعة فإذا تحرك جسيم بموازاة المجال فهذا مجال كهربائي وإذا تحرك جسيم عموديا على المجال فهذا مجال مغناطيسي إذن نعيد السؤال وضح كيف يمكنك عمليا معرفة فيما إذا كان مجالا مغناطيسيا أم كهربائيا موجودا في حيز ماي أقول له يتم هذا الشيء يعني شنو نعرف أوه موقع لي كيف يمكنك أقول له يتم ذلك بخذف جسيم مشحون داخل المجال الموجود فإذا انحرف الجسيم بموازاة المجال فإن المجال الموجود في الحيز هو مجال كهربائي أما إذا انحرف الجسيم المشحون باتجاه عمودي على المجال فالمجال الموجود هو مجال مغناطيسي وقم مقطع ثالث إذا لم ينحرف الجسيم المشحون فإن المجال الموجود هم مغناطيسي إذا ما انحرف ليش استاذ لأنه بالنسبة للمجال كهربائي طلاب سواء كان الجسيم اللي احنا شمرناه سواء شمرناه بحركة أو بدون حركة المجال الكهربائي أثر عليه ويسعبه بس المجال المغناطيسي تأثيره مشرط يعني بذاك اليوم يجوز السرعة كانت ضعيفة الشحنة اللي احنا شمرناها قليلة لأن تعرفون أنت القوة المغناطيسية لها عوامل مؤثرة يجوز الشحنة صغيرة السرعة ضعيفة المجال كان موجود مو قوي فما أثر إذن المقطع الثالث نقول له وإذا لم ينحرف الجسم لا موازي ولا عمودي هم نقول له هذا مجال المغناطيسي ومستحيل يكون كهربائي لأن الكهربائي لازم يحركه هسا عندنا سؤال موجود بالكتاب وبعدها مجال وزاري دربالكم عليه اللي هو ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بالوحدات الآتي نيوتن على أمبير في متر تبهوا يمي طلاب وصلوا على النبي هاوضح لكم هذا الشي القوة المغناطيسية ادهى قانون شحنة سرعة مجال المغناطيسي وزاوي ماشي هو طبعا الجواب ما للسؤال هو هذا كثافة الفيض المغناطيسي هي اللي تقاس بهذا النواب بهذا الشي طلاب معلومات لكم في دوان الشحنة اكو بالثالث متوسط قانون يحكي عن التيار التيار هو الشحنات الكهربائية التي تسري في سلك موصل شحنات كهربائية تسري في سلك موصل فنقدر نقول التيار الكهربائي اي هو الشحنة على زمن يعني الشحنات اللي متدفقة خلال وحدة زمن زين والسرعة طلاب دعنا نطيقكم تفاصيل السرعة معروفة من زمن الخامس العلمي السرعة هي الإزاحة على الزمن إزاحة اللي اختارها جسم خلال وحدة زمن أو فترة زمن ماشي هسا أنا السؤال ايج داي يقول السؤال داي يقول مينو ينقاس بالنيوتن على ام بير في متر طبعا تحفظو حفظ جواب كثافة الفيض المغناطيسي بي بس انا اريد اوضحلكم يا حتى يظل بإذهانكم للي يريد توضيح وشلون كثافة الفيض وانت قبل شوية استاذ قلت كثافة الفيض المغناطيسة تقاس بالتسلا ايه صح تقاس بالتسلا ولكن هاي وحدات اخرى مكافئة فاريد نوضح باعوا طلاب القوة المغناطيسية قلنا كيو في بي ساين ثيتا لو طلعت آني البي منها اعتبرتها مجهول اذا البي تساوي اف بي على كيو في ساين ثيتا توهيم القوة المغناطيسية حعوفها الشحنة حعوفها السرعة استوني قلت لكم هي ازاحة على زمن ازاحة على زمن تمام وانزل ساين ثيتا ساين ما لها وحدات باوع الترتيب القوة المغناطيسية عفته زحزحت الزمن خليت تجوز شحنة يعني صارت الشحنة على الزمن وعفت الإزاحة وعفت الساين تمام اش هيصر عندي قوة مغناطيسية الشحنة على زمن هذا تيار اي شدة التيار انتين سيتي اوف كارينت تمام والإزاحة عفتها والساين عفتها اذا طلاب خلي نزل الوحدات القوة المغناطيسية بلي نيوتن التيار بالأمبير والإزاحة بالمتر اذا منه ينقاس بلي نيوتن على أمبير في متر هي كثافة الفيض المغناطيسي والتوضيح موجود هنا ما مطلوب بالوزارة اذا اجيه باوع طلاب طبعا انا اهملت الساين لان الساين ما لها وحدات وانطيت معلومات للطالب قلت لهم من المعلوم انه التيار هو شحنات تمشي خلال وحدة زمن فترة زمنية وكذلك السرعة هي ازاحة خلال فترة زمن لذلك في انه كتبت قانون القوة المغناطيسية وبعديا القوة المغناطيسية تساوي Q هايلي Q السرعة سوتها ازاحة على زمن في B اذا القوة المغناطيسية سوي الطلاب خلت الزمن جوش شحنة فصارت شحنة على زمن في ازاحة في كثافة فيض وبعدين القوة المغناطيسية صارت A X B تيار وزاحة وكثافة فيض هالسا يلا طلعت كثافة الفيض برا فصارت قوة مغناطيسية على تيار في ازاحة القوة المغناطيسية بالنيوتن التيار بالامبير والازاحة بالمتر تمام ان شاء الله تمام لا تنسون طلاب فنحن كنا مقسمين الموضوع هو حيخلص إن شاء الله الموضوع الأول بالفصل يعتبر الفصل هو مواضيع فنحن نقسمين إلى أولا وثانيا وثالثا مع العلم أن الموضوع الرئيسي كان اسمه تأثير المجالين الكهربائي والمغناطيسي في جسيمات المشحونة المتحركة خلاله سونا القسم الأول تأثير المجال الكهربائي وعرفنا شنو تأثير المجال الكهربائي أن المجال الكهربائي يحرك الجسم بموازاته وعرفنا أن المجال المغناطيسي يبرز يطلع قوة مغناطيسية وتحرك الجسم باتجاه عمودي هس طلاب إجا دور ثالثا إذن هسا إجا دور شنو ثالثا ثالثا نريد نعرف تأثير المجالين الكهربائي والمغناطيسي سوى هنا توم سوى تمام؟ خلنشوف شلون رح أوفر منطقة مجال الكهربائي طبعا هذا القسم الثالث هم يطلع مننا سؤال كلش مهم هوفر منطقة مجال الكهربائي شلون وباعوا شانا أنا دارس مش داحش هس إحنا استعانينا بمتسعة حتى توفر لنا مجال الكهربائي إذن نحن حاليا نجهزنا منطقة مجال الكهربائي ولا تنسون طلاب المجال الكهربائي عنده قوة يسمها قوة كهربائية تمام وراح نوفر منطقة مجال شنو مغناطيسي اختارينا أن يكون نحو الداخل إذن هذا شنو دارس بمجال مغناطيسي منتظى نحو الداخل تماشي هسان شنو هالمنطقة منطقة مجالين اللي بالبرتقالي مجال مغناطيسي واللي بالأسود مجال كهربائي تمام هس راح نجيب جسيم مشحون بشوحنا موجبة ونسئله او نسئل سؤال نقول ماذا يحصل لو تحرك جسيم مشحون بشوحنا موجبة وبصورة عمودية وبسرعة في طبعا بصورة عمودية على مجالين كهربائي ومغناطيسي وذول المجالين متعامدين مع بعضهم طلاب شلون عرفنا المجال المغناطيسي للداخل والمجال الكهربائي للأسفل فصاروا متعامدين هذا الكهربائي للأسفل والمغناطيسي للداخل إذا كتعامد لو ما كتعامد متعامدي تمام فطلاب عفيا هو الموضوع والله مصعب احنا نقدر ناخد الكلام باعوا منها باعش قسهل اخذ الكلام منها عندما يتحرك او عنده قذف جسيم مشحون عنده قذف جسيم مشحون بشحنة موجبة ها عيني موجبة كيو وبسرعة يعني تشمروه بسرعة في وتكون الطريقة بصورة عمودية وبصورة عمودية على شنو وبصورة عمودية على مجالين كهربائي ومغناطيسي يعني أنا لازم واحد من أتكم وشمرة على مجالين كهربائي ومغناطيسي وخلي تبه هذا البعض هو وبصورة عمودية على مجالين كهربائي ومغناطيسي وهذول المجالين لازم يكونون متعامدين مع بعضهما في آن واحد شن اللي راح يصير طلاب صلوا عالنبي سهلة كلاش المجال الكهربائي هيحاول يسحب الجسم هذا المجال الكهربائي هيحاول يأثر على الجسم بقوة كهربائية F-Electric هيحاول يأثر عليه بيش مو المجال الكهربائي عنده قوة كهربائية والمجال المغناطي يسحب الجسم بقوة مغناطيسية حسب قاعدة الكافي اليمنى حلو هذا الجسيم مش حيسوي ما راح يسمع لهذا ولا لهذا حيطلع قوبا ليش استاذ لأنه سحب هاي للاعلاب قد سحب هاي للاسفل فما راح يصير اي تأثير او واحدة تلغي تأثير اللخ اذا طلاب احنا قلنا عنده عنده قذف جسيم مشحون فحنقول ماذا يحصل فسوفه هي هنا الحج شراكي كله وصف فسوفه 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 يتأثر الجسيم بقوة لو قوتين بقوتين إحداهما قوة كهربائية إحداهما قوة شنية كهربائية زين رمزها اف اي إحداهما قوة كهربائية من ولدها ولدها المجال الكهربائي حلو او نقول بلغة فصحة مو نقول ولدها منو مستخدمها ويأثر بيها نقول يؤثر فيها يعني اللي مستخدمها ويأثر بيها هو المجال الكهربائي لازم هو يؤثر بيها على الجسم خطئيه إذن يؤثر فيها مجال كهربائي حلو مقدارها كيو اي تمام زين لا تنسون نحن قلنا قوتين والأخرى والأخرى قوة مغناطيسية يعني إنها ممكن يتأثر جسيم بقوتين والأخرى قوة مغناطيسية اف بي منه لازم هو يأثر بيها يؤثر فيها مجال مغناطيسي حلو خلو ما نسيت مقدارها كيو ذي بي ساين ثيتا تمام ومحصلة هاتين القواتين ومحصلة هاتين اللي هن محصلة طلاب اللي هن صافي اللي هن نتيجة ومحصلة هاتين القوتين تسمى قوة لورنز هذا لورنز هذا لورنز طلاب هو أصلا هذا عالم هو اللي دايش تغلب هاي الفقرة يعني هذا لورنز هو اللي شمر هذا الجسم خطيئة شالة وشمرة في منطقة مجال كهراء ومغناطيسي فلما ننتهى من العمل يقول لك محصلة هاتين القوتين سواء كانت صفر طلاب هنه مو شرط يكون متعاكسات بالاتجاه حسب الطريقة اللي احنا شمرنا بها الجسيم تدرون إذا شمرة من رح يكون اثنينات النفس الاتجاه خلوه ببالكم إذا القوة المغناطيسية إما تكون عكس القوة الكهربائية عكسها أو تكون وياها حسب الطريقة اللي احنا شمرنا الجسم بها بكل الأحوال هاي القوتين حيكون لهم محصلة سواء كانت متعاكسات حينطرحاً وذا كانت نفس الانتجاه رح ينجمعاً إذا بالنتيجة سواء نجمع أو طرح ورح يطلع لهم باقي ناتج يعني فهذا الناتج يسموه محصلة وصافي فمحصلة هاتين القوتين يسموها قوة لورنز تمام قوة فورس لورنز هذا التي صامد تحسب من جمع القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية ما لكم علاقة جمع لو أطرح أن الكتاب ذاكر جمع إذا خلص هي حسب الحالة اللي بوقتها ينشمر جسم بها تمام شنو اللي يجيك على هذا القسم الثالث شنو اللي يجيك انت كطالب مطلوب منك يلا عزيزي أنا مارد أثولك وانت منها أثول أغبر فاصل أصبوا رو وانتوا فاصلين أعيني كباتن نحن قلنا الحش كله قلنا عندما يقذف جسيم مشحون بشوحنة موجبة بسرعة في باتجاه عمودي على كل من المجال الكهربائي والمغناطيسي المتعامدين مع بعضهما فإن هذا الجسيم رح يتأثر بقوتيين إحداهما كهربائية يأثر بها مجال كهربائي وهذا مقدارها والأخرى قوة مغناطيسية وهذا مقدارها وبما أن القوة المغناطيسية معلومة لكم نحن سبقوا عندما قلنا القوة المغناطيسية بها طبيعة أن تكون عمودية على كل من السرعة والمجال المغناطيسي القوة المغناطيسية اللي ولدها المجال المغناطيسي بها طبيعة تكون عمودية على كل من السرعة والمجال نفسه لذلك فهي إما تكون باتجاه القوة الكهربائية يعني لو تكون وياها لو تكون باتجاه معاكس لها بالنهاية راح يكون لكم محصلة قوتين إن محصلة القوتين الكهربائية والمغناطيسية تدعى بقوة لورانز تمام إذن السؤال اللي يجيك شنو طلاب ماذا يحصل إذا تحرك جسيم مشحون بشحنة موجبة وبسرعة V باتجاه عمودي على كل من مجال كهربائي ومجال مغناطيسي متعامدين مع بعضهما جواب سوف يتجيل بالخلاصة سوف يتأثر بقوتين إحداهم قوة كهربائية ويأثر بها مجال كهربائي وتنطي معادلته بهذا الشكل والأخرى قوة مغناطيسية يؤثر فيها مجال مغناطيسي وتنطي بهذا المعادلة ومحاصلة هاتين القوتين يسموها قوة لورنز وتنطي بهذا المعادلة سؤال راقي جدا وسهل أما هذا ما جاي بعده أما السؤال اللي خبصونا بي وكل سنة لازم يجي هو ما المقصود بقوة لورنز نركز على قوة لورنز نداريها السؤال هو اللي أنا منطيق تسلسل دعش أو العفو 12 دعونا نقول 13 لأن ذاك أول 12 شرحت أنا ماذا يحصل أو يلا 12 ولا يهمكم ما المقصود بقوة لورنز وين يستثمروها يلا طلاب نركز عليه أسهل شي قوة لورنز هي محصلة قوتين وحدة كهربائية واللي يلازمها ومستخدمها ويأثر بها مجال كهربائي إذن محصلة قوتين إحداهما قوة كهربائية يأثر بها مجال كهربائي والأخرى قوة مغناطيسية مين جيت ولي جتي يؤثر فيها مجال مغناطيسي يعني اللي يمولدها ويستخدمها هو مجال مغناطيسي شوكت هذا الحج يا بي قل لك عندما يقذف جسيم مشحون بشحنة موجبة بسرعة فيه باتجاه عمودي على كل من المجال الكهربائي والمغناطيسي أي شي صير يعني إذا قذف جسيم ساعتها تتولد قوة لورنز اللي هي محصلة قوتين تمام وين تستثمر صلوا عن نبي في بعض التطبيقات العملية وهم مذاكريهم بس ذاكرين وحدة يعني أكو تطبيقات بالفيزياء هواية يستخدمون بها قوة لورنز لكن هما ذاكرين لكم وحدة كل لش مهم مثل يش هاي التطبيقات العملية أمبوبة الأشعة الكاثودية أمبوبة الأشعة الكاثودية هاي وين موجودة هاي أمبوبة طلاب موجودة بالتلفزيون تشمر أو هي تقذف الألكترونات على الشاشة الألكترونات جسيمات مشحونة أجسام أو شرات صغار مشحونة هي شحنات صغيرة فهاي الشحنات حتى متروح لا يمنى ولا يسرق تسقط رأسا على الشاشة يسلطون عليها قوة لورنز حتى قوة لورنز توديها على الشاشة بالضبط إذن وين تستثمر قوة لورنز في أمبوبة الأشعة الكاثودية أكو أمبوبة مشهورة بالفيزياء والكيميا بالكيميا موجودة بالفصل الأول بالخامس العلمي أمبوبة الأشعة اللي لما نكتشفى والألكترون بيها إذن تستثمر قوة لورنز في أمبوبة الأشعة الكاثودية حتى تتحكم في مسار الحزمة الألكترونية الحزمة الألكترونية ساقطة على الشاشة مرة أخيرة قلنا أكو بالتلفزيون مدفع ألكتروني اسمه تيوب اللي هو أمبوبة الأشعة الكاثودية شو بيها الأمبوبة؟ بيها ألكترونات جوة حزمة مع الألكترونات تنقذ في عدل الشاشة فيستثمر قوة لورنز تستثمر قوة لورنز في هاي الأمبوبة حتى تتحكم في مسار الحزمة الألكترونية الساقطة على الشاشة تمام؟ طلاب شوفوا السنين الوزارية 13 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 خلواها ببالكم هذا كلش مهم إلى هنا ينتهي القسم الأول من الفصل الثاني وهو أقسام القسم الثاني إن شاء الله يعني المحاضرة الجاية حتكون شرح مال مسائل تمام؟ هي أقسام مقسم الفصل تحياتي لكم وأرجو أنه أنه ما تقصرون والله يوفقكم والله يقويكم يعني أنا أدعي لكم سواء قلتها بالفيديو أو بداخلي يعني فيا ربي كل التوفيق لكم تحياتي لكم